اشتركوا في القناة الشخص ده ممكن يكون شخص متوفي وممكن يكون شخص على قيد الحياة ممكن يكون شخص احنا هنعرفه وممكن يكون شخص مش معروف لنا طبعا كل رؤية من دولة او كل شكل من الاشكال اللي بنتكلم عنها بيكون لها تفسير مهم جدا او بتدل على تحقيق شيء مهم في حياة الرأي ايه الشيء ده ممكن يكون شيء مفرح اخوان عزاء ممكن يكون انظار بعمر مهم لازم الشخص يركز فيه وممكن تكون رسالة مهمة جدا من الاموات والله اعلى واعلى هنتعرف اخوان اعزائي عن اه الرؤية دي وطبعا هنتعرف عليها بالتفاصيل ولكن قبل ما اخشف تفاصيل الفيديو احب عليكم اشتركوا فيها القناة وفهاعد وزير الاشارات ليصلكم جميع في دياتنا باستمرار ولو حد عنده رؤية او حلم وحاب يفسرها ممكن يكتب لنا في التعليقات وان شاء الله هنتوصل معي والرد عليه في اسرع وقت اول حاجة اخوان عزائي بالنسبة لرؤية تكرار الشيء في المنام مش شخص شيء اي شيء بيتكرر عليك في المنام شفته اكتر من مرة بيكون رسالة بان الشيء ده اه وراه حاجة مهمة جدا محتاجة منك تركيز فيها يعني واحد بيشوف ان هو دايما بيشوف بيت جديد او اصر كده آآ بيشوف ان هو صاحب البيت ده طبعا هنا الرؤية بتكون رسالة لك لانك ممكن ربنا هيرزقك بمنزل كبير مسلا او اصر او هيبقى لك مكانه واحد مسلا بيشوف ان هو دايما بيشوف آآ ان هو في مكان مختلف عن بيته يعني انت عندك منزل معين عارفه وعارف تفاصيله وتلاقي نفسك في بيت تاني مختلف الرؤية دي جميلة جدا خاصة اخوان اعزائي للنساء لانها بتدل على تغيير مهم جدا في حياة النساء ممكن انتقال لمنزل جديد ممكن زواج مسلا آآ والزواج ده هيبقى في مكان مختلف مثلا عن البلدة او عن آآ المنزل اللي عندهم فطبعا آآ في تغيير مهم جدا اخوان اعزائي طيب خلينا في الرؤية المهمة جدا وهو تكرار شخص معين في المنام في بعض الاحيان بنشوف انه فيه اموات احنا بنشوف هم بطريقة مكررة في المنام يبقى هنا في رسالة من الاموات دولة لو هم بيتكلموا معانا في امره معين يبقى الرسالة في الامر اللي بيتكلموا معانا فيه طيب هما ما بنتكلموش واحنا بنشوفهم دايما 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 بنشوف مثلا جدنا او جدتنا او صديق لنا متوافي بنشوفه باستمرار وبتكرار الرؤية هنا رسالة مهمة جدا الى ان الشخص ده او الميت ده محتاج منك دعاء او صدقة او ان في مشكلة عند اهل الميت محتاجة ان حد يسأل وحد يحلها وحد يراجع الامور كويس المتعلقة بالميت وممكن يكون الميت ده لو انت تعرفه مثلا في علاقة قوية بينكم وبين بعض ممكن تكون الميت ده مثلا عليه دين ولا حاجة ومحتاج ان حد يسدد الدين ده والله اعلى واعلى طيب الشخص الحي احنا بنشوف شخص حي وبيتكرر علينا رؤيته اكتر من مرة بالنسبة للنساء اخوانا عزاء لو فتاة عزباء رأيت ان هي في شخص بيتكرر رؤيته عليها اكتر من مرة ممكن والله اعلى واعلى من الشخص ده يكون زوج ليها قادم والله اعلى واعلى ممكن مثلا واحدة بتشوف ابن عمها دايما في المنام دايما بتشوف ابن عمها في المنام ممكن نقول لها ان انت لو انت عزباء ممكن الرؤية اشارة الى زواج بينكم ان شاء الله يعني او في خير هيجيلك من ناحية ابن عمك ايه هو الله اعلى واعلى دي حاجة ممكن كمان الواحد يشوف ان في شخص رجل مسلا يشوف ان في شخص رؤيته بتتكرر عليه اكتر من مرة المفروض يبحث لو يعرف الشخص ده يسأل عنه ويعرف اخباره ايه ممكن الشخص ده واقع في ديئة محتاج مساعدة محتاج اموال محتاج ان هو حد يخرجه من الكرب اللي هو فيه فبالتالي رأي تكرار شخص بتكون اشارة الى شيء مهم جدا هو انك اه تساعد الناس او تشوف الناس ايه المشكلة اللي عندها وتخرجهم منها كمان برضو من الامور المهمة جدا ان الواحد يشوف شخص في المنام بيتكرر عليه اه مسلا ولكن هو ما يعرفش الشخص ده مين دايما بشوف ان فيه واحد بيجي لي فيه المنام اه وبشوفه دايما ولكن انا مش عارف هو مين اه اللي عمري قبلته خالص طيب ان دلت الرؤية دي على ايه بتدل على ان فيه بشارة قادمة للرأي خاصة اخواني عزاق لو الشخص ده كان بيجي ويبتسم لك مسلا كان بيجي ويهنيك او يقول لك مبروك او ان هو يجي لابس ابيض مسلا وبيبص عليك ويمشي دي بشارة جميلة جدا اخوان اعزائي او اشارة الى تحقيق شيء مهم زي امنية غادي هتتحقق والله اعلى واعلم اتمنى اخوان اعزائي ان فيديوك ونعجبكم ما تنسوهش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر اشارات لازالكم جميع فضواتنا وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته